السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا هذا درس اليوم هو تكمل لدرس المرة الماضية المرة الماضية أو الدرس السابق احنا تحدثنا عن أنواع علم الفلك أو أقسام علم الفلك ومن العلماء المبرزين في هذا العلم مين هم الأعلام وأسماء كتبهم واجتهاداتهم وطرقهم والعلم هذا من وين أجى وكيف أجى وكيف توصل لغيرنا وراح للغرب ورجع يعني في حلقة كاملة ابتشرح كل هاي الأمور اليوم الحلقة راح تكون بنكهة مختلفة يعني نكهة انتوا ما سمعتوها من سعيد يبل هيك أول إشي إيش الحلال وإيش الحرام في هذا المجال أو في هذا العلم علم الفلك أو علم التنجيم بنظر سعيد أو كيف صار حلال وكيف صار حرام وليش صار حرام وبرضو بدنا نحكي ببعض المسائل لأنه اليوم بدنا نحكي عن جانب آخر عن بعض المصطلحات في علم الفلك اللي أنا طبعا ما بذكرها نهائيا وما بحاول إني ألمح لإلها نهائيا وفي أشخاص بتهاجم ما أقول لك هو ما بعرف بنكر هاي المجالات وعشان هيك هو ما بعرف فيها وما بفهم فيها وما يخذ بالعلم الثابت وعلى حركة القمر والكواكب ودخولها وزواياها واللي بنكر العلوم هديكي معناته هو يجهل في علم الفلك وخلي أصحاب العلم هم اللي يشتغلوا في هذا المجال ممتاز جدا خلينا نبدأ أول إشي عشان نستكمل بعدين ندخل في هذا الشيء أول إشي إحنا ذكرنا في حلقة الأمس ذكرنا الحركة الباطنية اللي هي حركة الحشاشين اللي هي اللي كان زعيمها الحسن ابن الصباح وهذا الشخص لما جاب العلم الفلك أو الأشخاص اللي بيشتغلوا في علم الفلك ومن ضمنهم الطوسي الطوسي هاد شخص مش بسيط عالم فلك قدير وطبعا كان هو مطامع للطوسي إنه هو بده يستغل حسن الصباح لأنه وعده بده يعمل مرصد أو أكبر مرصد في بلاد فارس فهنا بلش يبحث ويعطي أجوبة وأشياء وحركات ودلالات لحسن الصباح عشان حسن الصباح يعرف كيف يتحرك وإمتى يتحرك وإمتى يستولي إمتى ينشر الفتنة إمتى يدمر الإسلام إمتى يدمر الديانات الأخرى إمتى يدخل الشعوب في بعض في حروب مشتعلة طبعا قسطه معروفة ولكن عليها بعض الغموض والتكتم لأنه الموضوع حساس شوي وبطال كثير من الشخصيات والرموز اللي إلها علاقة بخلافة الإسلام لأنه كان مقرب أساسا من الخلفاء والوزراء أيضا طيب المهم هدول الأشخاص لما جابوا العلوم من الهند ومن الصين والعلوم البابلية والكلدانية والأشورية والفرعونية والدنيا كلها هاي العلوم الموجودة حتى العلوم بتاعت اليونان اللي كانت كلها أساسا في مكتبة العراق في مكتبة المكتب الأساسية اللي أنشأها هارون الرشيد طبعا هنا هاي العلوم فتحت كل الأبواب ودخل من ضمن هاي العلوم أشياء إلها علاقة بالغيب لأنه أساسا الحركة الباطنية لا تؤمن بقدرة الله لا تؤمن بتدخل الله على الأرض لا تؤمن بالبعث بعد الموت ولا 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 من هاي الأمور طبعا تقدروا تبحثوا عنها احنا مش في درس دين فهنا أعطت مجال لإلهم أنه هم يدخلوا بأشياء بعلم الفلك إلها علاقة بالغيب المطلق اللي هو الغيب المطلق حياة وموت ورزق قضاء قدر واليوم الآخر ماشي فلما تيجي أنت على الرزق الرزق مش بس مقصود منه فلوس الرزق هداة البال الرزق الزواج الرزق الأولاد هذول الرزق والأمور الأخرى طبعا هو هاي الشؤون أو هاي الأمور لا يعلمها إلا الله وما في شخص بيقدر يوصل لمفاتيحها بأي علم من العلوم قطعيا يعني أنا اشتغلت في علم الفلك أولا وتعلمت بعديها علم الزيارجة وعلم الرمل وأسقاطات علم الرمل والتكسير وواوى إلى ما لنهاية وعلم الجفر وواوى إلى ما لنهاية ودخلت بمعظم العلوم اللي فيها أسرار يعني بيشيب إلها الرضيع أو المولود في بطن أمه ولكن ما بتقدر تقرب هاي الأبواب ليش؟ لأنها هاي محجوبة تماما هاي اللي ربنا تحدى وهنا لا يعلم الغيب إلا الله ومن كررها دائما وعشان هيك دائما في حلقاتنا منقول والله أعلم والله أعلم لأنه هو الأعلم ماشي هذون الأشخاص لما جابوا هاي الأشياء ودخلوا فيها صاروا يبحثوا عن الغيب يبحثوا عن كل شيء إلو علاقة بالغيب ودخلوا مصطلحات وافكار وطرق حسابية طبعا بوصلوا للحفة ولكن ما بقدر يتجاوزوا الباب وصلت هسا لما إجت الفترة وانكشفوا الباطنية إجوا علماء المسلمين اللي موجودين هم يعلموا علم الفلك اللي هو الأساس القاعد الثابت اللي إلها علاقة بالكواكب الشمس والقمر وحركتها وزواياها وبحددوا الكسوف والقسوف والمواسم والمطر وا 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 إلى ما لنهاية وإلها تأثيرات على البشر وتستخدم بالعلاج وتستخدم بالأدوية وتستخدم بأمزجة التكوين تبعة البني آدمين ونوعية الأعشاب اللي بتتوافق معهم اللي حق قواعدها مثل ابن سينة مثلا في قانون الطب شرح هذه المسائل الأنطاكي وغير وغير من الأطباء ولكن الجزء اللي يتعلق بالدخول في عالم الغيبيات حرم ليش؟ لأنه هذا حرام حرام قطعا ما في مجال للتحليل فيه لأنك أنت بتدخل بحرمية أنك أنت بدك تخترق الباب اللي إله علاقة بشيء بس من صلاحيات الله عز وجل طبعا هدول الأشخاص لما كانوا يتحدثوا عن علم الفلك أو يتحدثوا عن مسألة ما يجي يقول لك احتمال أن يكون فيه سفر أو احتمال يكون في هاي الفترة فيها زواج أو هاي الفترة تصلح للعلاقات اللي ممكن تتطور للزواج أو فيه فرصة للارتباط بالشهر الفلاني أو مثلا احذر من الشهر هذا للمرض أو هذا الشهر بعرضك لبعض الضغط على العضلات فممكن يصير معك شد عضل انتبه للقلب انتبه لهذا اللي هي تنبيهات والتنبيهات هاي بتيجي من دراسة فعشان هيك هو بعرف انه في هاي الفترة هذا البني آدم بكون ضعيف أو هذا البرج أو هذا الطالع بكون ضعيف فممكن انه يتعرض لبعض الانتكاسات فما بيجزم هو بقول هاي الانتكاسات ككل وبقول لك دير بالك منها انت عليك عاد يا تدير بالك منها يا تورط فيها يا بتصيبك يا ما بتصيبك هو لا يعلم الغيب ماشي ولكن في شيء اسمه الغيب النسبي وذكرناه كثير هاي المسألة الغيب النسبي اللي هو أنا بالعلم أو من خلال العلم ما بعرف معلومات انت ما بتعرفها فأصبح هذا بالنسبة لإلي معلوم ولكن بالنسبة لإلك غيب نسبي لما تعلم الطريقة بتصير انت تعرف الطريقة اللي هو اشتغل فيها هذا هو الغيب النسبي ولكن لا يصل لحدود الغيب المطلق وذكرنا وقولنا ان الطبيب لما بيجي بيشوف مريض وبشوف أعضاءه الحيوية وبتطلع عليه بقولك هذا المريض والله يعني اذا عاش يومين خير وبركي ولكن يعني خلص جهزه حال الرجل هذا بخلال يومين بيكون ميت هو ما علم الغيب ولكن من الأعضاء الحيوية حدد انه هذا الشخص خلص انتهى كله يعد بطفي يعني عنده كل الأعضاء الداخلية في جسمه وقاعد بتطفي معناته خلص يعني إلا معجز من الله عز وجل انه يعيش والطبيب ما بيعرف بالمعجزات يعني إلا لما تصير لأنه عقلاني طيب هاي لمحة عن الغيب النسبي تبعين الأرصاد الجوية تبعين الأمور هاي بيجي بعطيك على حسب دراسة وتحليل الآن لو أنا اجيت قلتلك بدك تسافر عندك بالشهر الفلاني سفر ورح تسافر وفي هذا السفر بدك تطلع أنت بطريقة كذا ورح يصير معك كذا وحادث تموت حد يتآمر عليك تتجوز تخطب تحب أنا هنا جزمت والجزم في هاي العلوم حرم لأنه ما في أي مسألة في الكون بتقدر تجزم فيها أنت بتقول في فرصة للسفر في فرصة وهذا السفر يحقق لك نتائج إيجابية وممكن من خلال هذا السفر لأن الزهرة موجودة يعني يصير في علاقة أو تتعرف على شخص وهذا الشخص تستمر معه ولكن أحدد لك أنا السفر ومكان السفر وين بدك تسافر وقديش بدك تقعد وكيفية نوع السفر وكيف بد يصير معك في السفر وشو الأحداث اللي بد تصير معك وكيف بدك تلاقي اللي بتحبها وشو شكلها وطولها وعرضها ودارسة ومتعلمة ومعها مصاري ومعها مصاري وأجزم لك على هذا الأمر أنا كشخص تلفظت بهذا الكلام حرام وإنت كشخص آمنت بهذا الكلام ارتكبت حرام تشوفوا مع أخطر الشغلة فأنت هنا هسه بتبلشوا تستكشفوا مين الأشخاص اللي بيجذبوا ليش بتكلموا بالجزم لأنه هم مش عارفين أو هم جاهلين أو مش عارفين أساس العلم اللي هم كيف تعلموه من وين جابوه وبمثل مين والأسلوب هذا لوين راح وليش تحرم هذا العلم الآن أجوا مشايخ بعد العلماء هدول فطبعا كانت حقبة صار فيها نوع من أنواع التجهيل فأصبحوا كل رجالات الدين الموجودين على الساحة اللي هم اللي لماعين اللي هم الأشخاص اللي لهم علاقة بالقصور هدول الأشخاص بيحللوا للحاكم ولكن بيحرموا على العوام فكانوا يحللوا للحاكم يجيب الأشخاص اللي بتشتغل في هاي العلوم أو تعلمتها ويقربهم منهم ولأشخاص العوام هدولا لا حرم من بعض العلماء حرم الموضوع لصغير واللي بنفع واللي ما بنفع عشان يريح رأسه لأنه ما بيعلم بعلم الفلك شيء فهو سمع عن الباطنية والقدرة اللي هم دخلوا فيها ومعدين بعض المتصوفين اللي تعلموا من هاي العلوم وبعدين طوروها وإلى ما لنهاية فبرضو حرموها قطعا في هذا الموضوع وحطوا بعض الأحاديث أو بعض الأقاويل هي أقاويل وليس أحاديث اللي هي المقول المعروف عن المنصور عن لا ومعتصمة عن المعتصم اللي كذب المنجمون ولو صدفوا مقولة ولكن للأسف إنه حاليا وما زلنا نسمع بعض الأشخاص بقول قال رسول الله وبقول المقولة هاي أو بيقرأ آية وبروح بقول الآية هاي وصدق الله العظيم بعدها يعني لا هو عارف هي حديث ولا هي آية ولكن هو بيحكيها من كتر ما سمعها طبعا هذا هذا سياسة التجهيل ما كانت على مستوى عرب فقط حتى على مستوى أوروبا ودول الغربية كانوا لما يجي الأشخاص هذول اللي بيشتغلوا في هذا المجال والعلوم اللي انتقلت لهم خصوصا من الباطنية من خطرها ومن حجمها ومن هولها أصبحوا يعتبروا هذول الأشخاص سحرة لأنهم صاروا يأثروا على الكنيسة وعلى الكهنوت وعلى الرهابنة وأصبح لهم سلطة واستقطبوا الناس فطلع عليهم حكم حكم الساحر اللي هو حرقه وحرق كتبهم وأملاكهم وبعديها بتوصل لعوائلهم أيضا هاي عشان اتميز انت ما بين حلال وحرام اللي بيحكي لك بالنصائح وبرشدك وبوجهك فهذا ببعدك عن الحرام اللي بيجي بيأكد لك وهيك بده يصير وهيك بدك تعمل وهيك بدك تروح وبدك تمرض وعندك هاد ولونه وشكله ومش عارف إيش اعرف انك انت نجرت رجلك على إشي غلط هاي هون خلصنا المسألة الأولى الآن بدنا نيجي للمسألة الثانية لما تيجي توعد مع أي واحد من اللي بيشتغلوا في هاي المجالات بيجي بقولك أصلا التأثيرات الفلكية الأساس برجك بعدين طالعك اللي هو يوم من ولدت شو اللي كان بالأفق اللي هو الطالع أو اللي يسمى الصاعد هاد أساس لازم تأخذ فيه بعدين بدك تأخذ في إيش بدك تأخذ بطالعك السنوي والانتهاء السنوي وبدك تأخذ بكذا وتأخذ بكذا ولكن الأساس هدولاك طيب يعني إذا الأساس هدولاك لازم أنا أخذ هدولا اللي تأثيراتهم رح تكون قليلة علي ولا أنا أبدي أتعلق بهذا الإشي عشان نحكي عن موضوع اللعبة الآن هذا الشيء موجود يعني هاي الأشياء اللي هو الطالع السنة موجود الانتهاء السنوي موجود الفرداريات موجودة الكياخذة موجودة كلها هاي موجودة والأحكام وأرباب المثلثات والصواقط والمبتز وإلى ما لنهاية من أسماء فيه إشي سمعته وإشي ما سمعته يعني مثلاً لو إجينا وقلنا خليني أنا أذكر لكم مصطلحات أحكام أرباب المثلثات في الخارطة الفلكية أرباب المثلثات الأربعة أحكام وطريقة استخراج وعد الكوكب طريقة استخدام المستولي العام الكوكب المبتز على الخارطة الفلكية الفردار التحول السنوي السهام الأدلة الطبيعية لجميع البيوت الفردار الكداخدة الهيلاج البروج المزدلفة والبيوت المزدلفة المبتز على البيوت المستولي العام استيلاء العناصر أرباب المثلثات نير النوبة التشريق والتغريب أحوال البروج درجة الاجتماع ودرجة الاستقبال والدرجة الميتي العبور حضوظ الوجه الصفات المسيطرة على الخريطة أحكام الهيئة الفلكية ضعف وأضرار الكواكب الكواكب الثابتة أو النجوم الثابتة الدرجات الميتة يعني هنا هاي مجرد لمحة بسيطة لا دخلنا للسه بالرموز ولا دخلنا بالأشكال ولا بأي إشي هاي هاي من الأشياء اللي استخدمت عند الباطنية أيضا كل معظم الأسماء هاي اللي أنا ذكرتها ولكنها أيضا معروفة في علم الفلك ولكن بأخذ النوعية اللي بتفيدني وبأخذ الأشياء المفيدة وبأخذ الأشياء اللي ممكن توصل المعلومة للشخص ويستفيد منها ولكن ما بضلله وصلت طيب خلينا ندخل الآن على مسألة ثانية كثير من الأشخاص اللي بيشتغلوا في هذا المجال لأنه هم عارفين أنه توقعاتهم ما بتزبط لأنه الحلقة المفقودة هاي الحلقة موجودة بالراس للكاتب ما كتبها بمخطوطاته أو بأوراقه عشان ما يعلمها لأنه عارف أنها هي خطر أنها تيجي في إيد أي بني آدم آخر فعشان هيك لازم يكون عنده العلم الفيزياء الرياضي الفلكي اللي يستنبط هاي الأشياء من الدروس ويعرف كيف يوصل لها لحاله إذا ربنا أراد أنه يوصل لها وبعرف كيف يستخدمها لأنه هذا علم رباني بدون علاقة مع الله ما رح توصل فهدولة لأنه عارفين أنه عك ونصب واحتيال وأنه هم بس ما يخذين هاي الأمور كنوع من أنواع القراءة وأنه هم مقتنعين بأنه هذا الإشي صح وهم كذبوا الكذب وصدقوها لأنه هم ما عندهم هم فاضيين أساسا فارغين فارغين فمنيجي على هدول الأشخاص كيف بقولك إنها صارت الشغلة وكثير بوقعوا في نفس الغلط هاي بيجي مثلا بيسمع مثلا عن أحداث إلها علاقة بدول ما بالأخبار العاجلة والله البلد الفلاني هاي بلشت الضغطات وسلسلة هاي بنك اثنين بلشوا بدهم يورطوا الأمور بتقول إنه في بنوك بدها تطلع في نفس اليوم بطلع بث مباشر انهيارات بسبب هاي الزاوية الفلكية اللي رح تتشكل والحركة بذكر لك أكمن مصطلح هيك وبعد مرات ممكن ما يذكر لكش إشي بقول لك ترقبوا اللي عندهم فلوس يروحوا يهربوا فلوسهم يغيروا عملتهم يسحبوا فلوسهم من البنوك والبنوك بدأت انهار والبنوك مش عارف إيش وهذا بيجي بعد فتر بقول لك شفت زي ما قلت لك إذا ما صار هذا الإشي بسكت خلاص راحت الشغلة حتى على الأرصاد الجوية بيجي بتابع مواقع عالمية وأنا شفت ناس يعني بعثوا لي رابط لواحد أنه على أساس أنه هو زلمي بتنبأ بالأشياء وبنزل شغلات مرعبة ولما دخلت لك الزلمي عنده موقع ألماني معروف للأشخاص اللي بيهتموا بعلم الأرصاد وبيجي هذا بحدد أنه في عاصف داخلي أو حركة إلها علاقة بالمناخ بتتحرك في الجو وببلش شرح الخارطة تبعته اللي هي برسم الحوسبة بحدد الاتجاهات اللي بديروها عليها وأنه حامل قديش كم أمطار وسرعة الرياح ومش عارفش بطلع هذ الشخص بحطها الخارطة ودامه وبيبلش يشرح كأنه راس الجوي بترجم من اللغة هاي للغة العربية بيروح بيقرأ شو نزلوا عرافين بيروح بنزلها على أنه زلمي والناس بتتحركوا عادي خلي هذا واحد معلومات بيجيب معلومات يعني أدل ما فيها وواضح بحط لك من وين جابها ومن وين حطها ومن وين هذا عادي أرصات جوية يعني بعض الأشخاص بأخذها على المستوى السياسي بعضها بأخذها على الكهارث الطبيعية وبطلع وبقول لك ودير بالك وبدي يصير والزلزال وقرب الزلزال وبدي يضرب وبدي يشق الأرض وبدي يدمر الشرق الأوسط وبدي يدمر البحر وهذا عشان النيرين وعشان المريق وعشان بلوت وقربنا على بعض ودخلا والتزديس والتربيع والمش عارف إيش ومبعد فترة بتيجي ما فيش زلزل وراحت والناس أو المتابع المتابع العوام الناس عندهم ذاكرة السمك ذاكرة السمك هي بعلم الاجتماع اللي هي مدتها ثلاث أيام بعدين بتنتسى خلص راحت خلصنا بيطلع أول يوم بهيج عليها بسب بغلط كذاب سادق مش عارف إيش بسدقها بنشرها بعد ثلاث أيام ما صارت إيش خلصنا خلصنا الموضوع هذا نوع آخر وفي نوع اللي هو المرتزقة المرتزقة هدولة أخطر ناس يعني شوف هدولاك اثنين هدولا أنا بالنسبة لإلي عادي يعني بيطلع بيكذب وبحكي وبحاول يجتهد وبحاول أنه يلمح حاله وبحاول يجيب معلومات ويجمعها من هون ويدخلها من هون ويحكيها يا بتصيب يا بتخيب عادي ما فيه أي مشكلة المرتزقة المرتزقة اللي هم الأشخاص اللي بتعملوا مع أنظمة بتعاملوا مع أجهزة سرية أو مع أجهزة مخابرات أو مع دول هدول الأشخاص بيتسرب لهم معلومات بيجي بقول لهم هاي فلوس اطلع اليوم احكي عن توقعات إلها علاقة بدمار السياحة في لبنان بيطلع بيقول لك أنا شايف أنه فيه خطر كبير وإيش يبدو يداهم البحر وحوادث وتفجيرات في الهذا بيدمر اقتصاد بلد بتوقعاته طبعا هي كلها مدفوعة لأنه بتمضي السنة وما فيش إيش وفيه أشخاص بيحكوا عن موت خادي وبيحكوا عن اغتيالات أشخاص وبيحكوا عن انهيارات دول واقتصاد دول وانقلاب دول وهو 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 ايه هذا الناس بتفكرهم أنه هدول مفتوح عليهم الكشف ملائكة بتنزل بتقول لهم لا هدول مش ملائك أنت بتفكر جهاز المقابرات ما هو بعرف يعني بعرف أشياء أنت لسه ما وصلتك وبكون عارفها وبعرف كيف تدخل المعلومة وبعرف من خلال مين يوصل المعلومة ممكن يسرب له واحدة ثنتين ثلاثة صح ولكن الباقي كل هذا بدمر نفسية الناس فيها هدول المرتزقة وفي نوع اللي هو زي النوع الثاني اللي مثلا بده أي شيء بروح بيجيب له طوش طيكة أو صنية أو شوية رمل بحطهم على الأرض وبمسك خشبة بصير يحدد عليها أنه الزلمة بيشتغل فعل ما الرمل حاضر مسلسل قديم شاف أنه بخططه على الرمل هيك معناته هذا علم الرمل وهذا مالوش علاقة في علم الرمل علم الرياضيات حسابي يعني وبيجي بعيش الدور في أشخاص بتيجي بيقول لك لا إحنا خلينا نبعد عن هذا الموضوع كله إحنا منشتغل بالتاروت شو التاروت؟ الكروت فأحنا منفتح الكرت وشو بطلع بالكرت إحنا منحكي لك طيب ماشي الكرت لازم أنا أكون قاعدة قبالك عشان أنت تفتحلي بالكرت لأنه طاقتي اللي بدأت أسحب الكرت يعني إيدي بدأت أسحب الكرت لا لا أنا من خلال البث المباشر وبقول لك أبراج شو حتى الأبراج برجك وشو بدي يصير معاه من خلال أنا بفتح الكروت عنك آه طيب هدولا شو النوعية هاي هاي النوعية اللي هم اللي بروحوا بيسمعوا الأبراج وبعرفوا عن الأبراج ولكن معلوماتهم مش قوية أو مش ماكنة فهو عنده اثنين ثلاثة أربعة عنده موقع أجنبي بترجموا للعربي مش عارف إيش حفظ أسماء الكروت هاي ولكن ما قدر يعرف أسرار الكروت هاي ولا عرف أسماءها بس وعرف أنه إلها بعض التأثيرات وعلى الصور اللي موجودة بوهم الشخص أنه عالم في علم التاروت فبروح بيسحب الكرت هيك وبيقول لك برج الله يا أنتي تأثير عليك وراح يكون كذا هو بيكون سامع واحد فلكي بحكي أنه الكوكب الفلاني بيضغط عليك كذا الشمس موجود في بيت متاعبك المريخ دخل على هذا الزوحة الموجود في كذا الزواية التربيع فبيصيري حذرك على أنه سلمي بحذرك بالتهروت وهو أساسا لا وبالتهروت هو جاب هذا لبس لهذا رش عليه شوية الدباجة تبعته اللي هي الإضاءة الخافتي واللبس والسنسيل والقواتم والهدولة وعادي أو بيجي شخص بيقول لك أنا بفتح بالفنجان عن برجك يعني برضو نفسه أخذ الأبراج من حدا وراح حطه بالأنه بيقرأ من الفنجان عادي وكاسة مي ومن التفاحة وممكن يسوي لك من أي شغلة هذا كل ياته ملخص كل الكلام ما بدي أطيل الحلقة ولكن هذه عشان نختصر ونبلش بالمرحلة الجديدة اللي هو العلم وكل هاي الأشياء رح أشرح لكم إياها يعني كل الأسماء والمصطلحات رح أشرحها واشرح لك كيف تستخدمها وشو معناها ولكن بدي أشرح لك اللي فيه فائدة ما أشرح لك الإشي اللي ما فيه فائدة ولما أشرح لك هاي الأشياء رح أعمل لك أنا حسبي يبا على في فيديو أبطل لك إياها وبين لك أنها هي كذب وأقول لك ليش هي ما تعطي إشاراتها بالكامل ما شيء لها تأثيرات ما بن في تأثيراتها يعني لما أجي أقول عن التحول السنوي إلو تأثيراته طالعي السنة إلو تأثيراته ما بن فيها هاي أشياء لها علاقة بالعلم ولكن قديش تأثيراتها قديش بتصيب مع البني آدمين هاي هون السر ولكن أنا آجي أدخل كل هاي الأشياء بحسبة لخارطة فلكية وحدة يعني بدو يطلع أنا عندي مثلا لنفترض أنا برجي نقول مرج الأسد وطالعي أنا خليني أقول على فرضا طالعي العقرب وطالعي السنوي أجي مثلا بالحمل والانتهاء السنوي أجي عندي في برج الثور ومش عارف إيش أجي عندي في خلي نعهد ولا حالهم ولما أجي أشرح للشخص بدي أشرح له الأربع أبراج هذول طب ما هو إذا ما صاب الشهاد دي يصيب الثاني ما صاب شي الثاني دي يصيب الثالث ما صاب شي الثالث دي يصيب الرابع يعني بمعنى آخر زي ما أنا أجي أقول والله بالنسبة للقمر هس موجود عندك فهو بدعمك على مستوى الشخصية والنفسية وبعطيك الطاقة كذا وكذا وبعزز الأمور هاي وبخلي إلك رونق وملفت للانتباه للجنس الآخر وبعدين بروح للعقرب العقرب بده يحسب شو بالنسبة له شو بالنسبة له الأسد البيت السمعة آه بس دير بالك وانا هاي بتفتح مجالات انك انت تتواصل مع رؤساك والعمل وعلاقتك بالرؤساء وممكن تحقيق منصب ولكن دير بالك تشوه سمعتك طلعوا انتو هاي تحليلين وبعدين بلف بروح اللي بعده اللي بعده البيت الخامس آه والعواطف عندك ممتازة وعلاقتك بالحبيب واليوم بدك تتقرب من الأحبة وبدك تتقرب طب ما هو أي بني آدم ارميلوا الأربعة هذول أقول لك لو انه مش طالعوا ولا تحولوا السنوي ولا أي إش ارميلوا هذول الأشياء هيك لا بد الله يصيب معاه انتين شو جبت اشي جديد انتين يعني هيا هيا ارميهن انت اطلع بدون علم فلك يا عمي اطلع انت احكي عن أربع أشياء عن أربع مواضيع منفصلة عن بعض يعني خذ أربع بيوت مفرقات هيك واحكيهن بده يسمعك انت ألف خلي من الألف هذول يا سيدي ميتين صابت معك الأمور هاي بها وميتين هذول طبعا بدهم يقولوا آه توقعاتك ممتازة جدا ليش لأنك انت خلطت الدنيا كلها في بعض دك تسمع هذو اسمع هذو تسمع هذو تسمع هذو لا التحدي الأكبر انك انت تحكي على برجه ولما تشرح برجه تشرح له كل التأثيرات على برجه ولما تشرح طالعه تشرح كل التأثيرات على طالعه ولما تطلع انت وتقول له انت يا موليد كذا خلال فترة الثلاثين يوم اللي مضو صار معك واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشر ويطلع من بين الألف من بين الألف تسعمية يقول والله اللي انت قلتو كأنك عايش معناه هنا شطارة علم الفلك هاي اللي إلها علاقة اللي بيعتمد على القمر وحركة القمر واللي بيعتمد على الشمس وحركة الشمس وباخدش في هذيك العلوم معناته هو جاهل هو لا يعلم لا يهاجم العلماء ثاني شي مين قللك انك انت عالم مين صنفك انت عالم مين أعطاك لقب عالم هو عالم يلا بشوف المواقع كله عالم الفلك والأبراج عالم الفلك والأبراج ماشي أنا أول ما اجيتي عملت موقع على الفيسبوك هذا الحكي يمكن قبل 15 سنة 12 سنة سميت الموقع وقجلت وطلعت وقلت للناس قلت لهم أنا اسم الصفحة عالم مش عالم عالم الفلك والأبراج شوفوا عالم مش علم أنا يا عمي مش عالم في هذا المجال أنا ما بقدر أصنف حالي عالم في هذا المجال وبتلاقي أشخاص بطلعب يقول لك الدكتور فلان في علم الفلك طبعا وين جبت الدكتوراه أنت كيف أخذت الدكتوراه يعني مين أعطاك الدكتوراه أقول باحث أقول أنا زلمي يعني هاوي أحب هذا العلم أحب أحكي فيه مش عيب مش غلط بس ما تكبر حالك بالألقاب لأنه دايما اللي بيلقب حاله بأشياء مش بتكون مش موجودة فيه تصدقني والله ما بتكون موجودة فيه هذا بس بعمل حاله برستيج العالم بالعكس العالم بنزله تحت الناس هو أقل من الناس كلها لأنه يخجل من الله إنه يستعلي على الناس وهذا اللي إشي اللي كثير من الناس يعرفوش تفكروا أهبل عشان هيك كلمة عالم والأستاذ الدكتور والباحث الكبير والمش عارف إيش انسوا الألقاب انسوها انسوها على المحكبة بين الشخص لا هي بعدد المشاهدات ولا بعدد المتابعين ولا بعدد اللايكات ولا بالفزلكات والمصطلحات الموضوع أعطيني نتيجة ولي إشي يصيب معي حلل لي ماشي أنا باجي بحكي برج مثلا لما وليد برج معين مش شرط أنا كسعيد إنه كل الناس بدها تصيب معاهم طب ما هو طالعوا طب ما فيه أشخاص أساسا بتعرفش إم تنولدت لسه لحد الآن فيه أشخاص بتسمع الأبراج على اسم الأم واسم الأب مش غلط ماشي بتعطيهم تأثيرات 20% 25% 30% ولكن ما بتعطيه 100% صدق بتصدف 100% وده صدفة مش بقوله والله أنا الشاطر لا هي صدفة معاه مش بشطارتي فلما تيجي أنت بدك تحكي ده هدولا الأشخاص صحيح لهم موليد وضع الكواكب كيف كانت في خارطتهم القمر شو شكل زوايا أساسا يعني ماشي أنا بحكي عن الأسد دخل دخلة الشمس القمر عند الأسد الأسد حيويين ومش عارف طب بلك القمر تاعه كان موجود في برج شكل زاوية التربيع مع الأسد دي طلع مولود برج الأسد يقول لي لا يا عم توقعتك ما ضبطت معي ليش لأنه أساسا القمر فقد حضوضه بزاوية التربيع في ساعة ولاته اللي هي التحول احنا ما نسميها يعني كان والله موجود عنده بالعقرب أو كان موجود عنده بالثور هاي زاوية التربيع طيب وراحت طاقة القمر لما تدخل سلامتك باي باي كانت بدله هاي تقابل يا سيدي فأكيد هذول الأشخاص الثلاثة ما رح يستفيدوا من التوقعات اللي أنا بحكيها ورح يطلع ويقولوا لي أنت توقعاتك ما ضبطت معنا بس هو لو أنه بعرف خارطة الفلكية وبعرف قمره وين كان وبعرف اتصالات قمره وين كانت بيعرف أنها بتزبط معها ولا لا فعشان هيك منقول للناس إيش اسمع برجك واسمع طالعك اسمع برجك واسمع طالعك طيب لما يكون برجه وطالعه نفس الإشي طيب نارجع وين القمر كان تستفيد منه ولا ما بتستفيد ممكن أجي أقول له القمر في بيت المتاعب ماشي أقول له القمر للأسد أو للعذراء القمر الآن في بيت متاعبك يعني أنت طاقتك ضعيفة وما فيش طاقة وامورك مش ممتازة وهاء إلى ما لنهاية ويجي مولد من برج العذراء يقول لك إحنا أنشط يوم هذا اليوم وإحنا حققنا إنجازات هذا اليوم واستفدنا على مستهى هذا اليوم وكان عنا العديد من التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات اللي كانت مرعبة جد بتقوله كيف بل كي قمره هو عذراء وقمره موجود في الميزان أساسا ولما دخل عبيت متاعب وهي سوى تسديس أو سوى تثليث يعني دخل عبيت المتاعب صحيح ولكن مع قمر خارطة ميلاده شكل زاوية تثليث أو شكل زاوية تانيا سيدي تسديس مع الزهرة وتثليث مع القمر أو مع المشتري أو مع هذا بيت المتاعب صار بيت قوة بس أنا ما بقدر في توقعات يومية أعطيك كل الاحتمالات لكل البشر ما بقدر أنا لما كنت أسجل حلقة توقعات أقعد فيها ساعة ونص توقعات يومية ارجعوا هاي الموجودات على القناة والقدامة بعرفوا هذا الإشي لما كنت أنا أقعد على البرج أقعد عليه ست دقايق وسبع دقايق وأنا أشرح فيه توقع يومي وأنا أقول البيت كذا فيه كذا تأثير كذا البيت كذا تأثير مع زاوية مع كذا وأشرحها وليش بحكي هذا الحكي مع تأثيرات الكواكب الموجودة في البيوت هذا مش جاهل لا هذا بدل على أنه الزلم يفهم شو اللي بحكيه بس يا عمي أنا ما عندي القدرة إني أنا أظن أني أسجل بنفس الكمية أو نفس العددية أو نفس الحجم ما بقدر برضو إلي أنا طاقة احتمال فعشان هيك أنا بعطي الأشياء اللي ما حد يجرؤ أنه يدخل على صلبها أو إذا بده يعطي بده معناته هذا إنسان واصل لمرحلة من العلم العالي اللي هي الزوايا الفلكية إيجابية الكواكب سعادتها نحوستها تأثيراتها الزاوية بتدلها إيش مكانها مخاطرها بتركز بتدعم في إيش وبتسحب طاقة إيش تكسب من إيش وتحذر من إيش هذا الفن أما أنا أقعد ألف ودور عشان بس بالمصطلحات وبالكلام وبالوعيد وبالتهديد عشان أغطي على خيبتي لا هذا عالمك مش عالمنا الآن إحنا شرحنا كل هذا الكلام والآن إنتوا عرفتوا أسلوب سعيد أنا أسلوب تحليلي نفسي علاجي إرشادي هذولا هن الأربع وغيرهم بغيرش وزياد عليهم بزيدش أنا وظيفتي أحلل الشخص أعرف نقاط الضعف عنده نقاط القوة عنده نقاط الضعف هذولا أنصحه كيف يعززها عنده مشكلة صحية أقول له كيف يبادر لعلاجها وإمتى يبادر لعلاجها أو لحلها عنده مشكلة نفسية أعطيه الإرشادات للعلاج النفسي لهذه المسألة أما أقوله الكوكب وأشحن له زحل وأشحن له المريخ وهذا كله يتنصب هذا فيش منه بإيدك أنت تغير طباعك هاي صفة إن بصمة عليك أنت بإيدك أنت أنت زلمي كذابة بإيدك تبطل كذاب أنت زلمي إيدك طويلة بإيدك تبطل إيدك طويلة أنت زلمي نسوانجي بإيدك تضب عينك عن النسوان أنت زلمي سكرجي بإيدك أنك تبطل سكرجي نصب نفس الإشي كلها هاي الأمور بإيدك أنت تغيرها لا الفلك بغيرها ولا نحاسة ولا حجاب ولا تعليقة ولا مدالية بإيدك أنت تعمل المعجزات ربنا ما خلقك عبث وما أعطاك العقل هذا عبث وما أعطاك هاي الروح والعلم اللي موجود في الروح ما أعطاك ياها عبث بإيدك يا بتستثمرها يا بإيدك بتظلك مثل ما أنت وبتعيش وبتموت وأنت مثل ما أنت وبظلك تركض وراء أي واحد بس عشان يعطيك الشماعة اللي تعلق عليها أخطاك أنا ما بعطيك شماعة ليش أنا برفض أني أطلع أحلل قارطة فلكية بث مباشر عمرك سألت حالكو هذا السؤال علما أنه هذا رح يجيب لي مشاهدات ومتابعات وناس كثير وسفقولي وتاوه ليش تعرفوا أنا إذا فتحت قارطة فلكية لبني آدم وكان هذا البني آدم في عيب خلقي بدي أحكي له ما رح يعني ما رح أقدر أسكت حتى لو بقي نبث مباشر تعرفوا إذا كان في خلل في أخلاقه رح أقوله إذا كان خاين بدي أقول إذا كان حرامي بدي أقول إذا كان ظالم وقاسي وكذاب رح أقول هذا الحكي بشكل مباشر فأنا ما بحط حالي في هذا الموقف ولا بحط الشخص اللي بدي يستأمني على الخارطة الفلكية تبعته أحطه في هذا الموقف فعشان هيك مستحيل أطلع أحل الخارطة في بني آدم أحط حياته تفكيره جوهره سلسل مكانينه أحطها قدام الناس وأقعد أنا أفضح في أهله ليش فعشان هيك إحنا بنوخذها اختياري سألني شو بدك عشان ما أطلع على غيره والله أنا أبدأ أسألك عن الصحة بجاوبك على الصحة تسألني بعديها عن العاطفة ما بجاوبك ممكن تغيب عني أربع خمس تشهر ترجع تسألني تقولي والله يبدأ أسألك عن العاطفة بجاوبك ولكن في نفس الفترة لأنك بتفتح علي إني أنا لازم أفرط يعني أفرط الخارطة بكل أسرارها وهون الكارثة ما بقدر أتحمل المعلومات اللي أنا رح أشوفها ما بتحملهاش بتحملهاش يعني بكون كذابدة بقولك آه والله أنا من الناس اللي بتقبلها لما أشوف واحد والله كذا وكذا 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 في حياته ما بتحملها فعشان هيك لا اسأل سؤال محدد بجاوبك على سؤالك المحدد بدون ما أنا حط خارطتك الفلكية بدون ما أقول مين أنت بدون ما حتى أكتب والله سألني واحد المرة الماضية عن كذا وكذا وكان عنده كذا في كذا وهذا وجاوبته عمري في حياتي ما استعرضت في هاي الأمور يا ما ربنا أكرمني إني أنا ساعدت ناس ودليتهم على الطريق ربنا ألهمني وكان الخير من الله عز وجل والصواب من الله عز وجل وفيه أشخاص أنا أخطأت أنا اللي أخطأت علمي أخطأ شيطان وسوس لي صراحت ما ركزت فبتصيب وبتخيب مش أنا رجل معي ملائكة بتنزل هي اللي بتوشوش في ذاني ولا أنا بتعامل مع خلقهم اللي بيجوا بحسبولي ولا عندي طاقة أو الهالة الكريستالية الذهبية هاي والتاج الماسية على راسي والعباء المش عارف إيش ولو تعرف ما في عالم الباطن وعالم المش عارف هاي أم إحنا جمع مسكين على باب الله آه لو تدري بس آه لو تدري المهم هيك ملخص هذا الشيء كنت تسمعوه تتمعنوا فيه تركزوا فيه إذا أنتوا أشخاص بتكتمشوا على أرض ثبتي وبتكونوا صدقين مع نفسكم يبل ما تكونوا صدقين مع رب العالمين يعني تصدق نفسك عشان تصدق مع رب العالمين وبدك تستثمر هذا العلم لما فيه خير للناس ومش ناضر من هذا العلم أنه يكون هو استغلال للناس عشان تستفيد ماديا أما أنك تتعلم وتطلع تعمل قناة وتطلع تشرح اللي ينفع الناس وشايف حالك في هذا العالم أو هذا الجانب بناسبك حياك الله تداء من الحلقة الجاي بدنا نبلش نشرح الآن أربع دروس كانت تأسيس فكري تأسيس عقلي عشان نبدأ بعديها على أرضية ثابتة وأكون أبريت ذمتي أمام الله بإني قلتلكم شو الحلال وشو الحرام ووين الصح ووين الغلط عشان أنت لحالك تعرف تقود نفسك ولما تشوف سعيد انحرف أو زاح أو غير بكلامه اليوم بكرة بعد سنة بعد عشرة لا تسكت لي لا أنا بقولك لا تسكت لي وإحكي وتكلم وواجهني وقل لي أنت غلطت في هاي أنت قلت كذا وهاي هيك أنت اليوم قلت هيك وبكرة غيرت رأيك ونفيت أنك أنت قلت هيك راح أحطك على رأسي من فوق لأنك ذكرتني ولأنك وعيتني ولأنك رديتني على الطريق هيك منكون انتهينا من حلقاتنا الأربعة تأسيسيات والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر